جاءت دروة فساد اليهود الصهاينة في أرض مسجد الأقصى كان غارة قتابة جوى المسجد الأقصى خلقونا جوى المسجد الأقصى في الميت ربنا يحبيه يا الله جاءت دروة فساد اليهود الصهاينة في أرض مسجد الأقصى هذا هو عنوان بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ الثالث من شوال لسنة 1442 للهجرة الموافق الخامس عشر من شهر مايو لسنة 2021 سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه وعيد مبارك عليكم وجميع المسلمين فبالنسبة للإمام المهدي ناصر محمد اليماني فليس العيد عنده سعيد فقلبي أليم نظرا لما يحدث من الجرائم النكراء في الشعب الفلسطيني ولكن الله أرحم بهم من عبده وناظر رحمته لتعجيل التمكين والفتح المبين بحوله وقوته وأحداث عاجلة من رب العالمين فما باليد حيلة وعسى غيرة الشعوب على المسجد الأقصى والمسلمين في فلسطين تكون سببا في إحياء قلوبهم ووحدة صفهم والمعذلة في قادات المسلمين العرب والعجم خصوصا صناع القرار المؤثرين في العرب والعجم ولسوف ننظر ما يفعل الله فإن الإمام المهدي منتظر إما الفتح أو أمرا من عند الله مباشرة بكون فيكون خنازير ويلعن من يشاء لعنا كبيرا وإنما التعدي على حرمات الله ليميز الله الخبيث من الطيب للمسلمين فيما بينهم تصديقا لقول الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم واقتربت أحداث كبرى تترى واعلموا أن مقت الله أكبر ويا أحبتي في الله لكل حال مقال فهذا البيان الجديد تذكير أخير للمسلمين في شأن ما يحدث في فلسطين والمسجد الأقصى من عدوان الصهاينة منذ أواخر رمضان كونهم دقلوا في ضروة فسادهم الأكبر فمهما دمروا فقد جاء نصر الله وسوف ينتقم الله لنفسه ولبيته وبأيديكم ولهباده المرابطين حول المسجد الأقصى والمستضعفين في العالمين وكافة المظلومين في العالمين فلا تحزنوا بما سوف يفعل الله بالمستكبرين فوالله أني لفي عجب شديد من أنصاري كيف تطمعون في هدي المستكبرين أن يروا سبيل الحق لا يتخذه سبيلا مهما علموا علم اليقين أني إمام المهدي ناصر محمد ويا أحبتي في الله إنما ندعو الله أن يهدي إلى اتباع داعي سبيله الذين لو علموا علم اليقين أني خليفة الله عليهم لخضعت أعناقهم لخليفة الله المهدي ناصر محمد طاعة لأمر الله وما بعث الله الإمام المهدي ناصر محمد لهدي الشياطين من الإنس والجن ومن كل جنس بل ما دون ذلك من عباده وأما أعداءه الكارهون لنعيم رضوان نفسه تعالى فكيف يهديهم الله وجاء تأول البيان الحق على الواقع الحقيقي وأنتم الآن في خضم تحقيق وعد الله بالتمكين في العالمين لإخضاعهم لطاعة خليفة الله المهدي ناصر محمد تصديقا لقول الله تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد صدق الله العظيم وأحبتي في الله الأنصار يظنون أن أمر الله لا يأتي إلا في يوم صيام رمضان القمري ولكن ضيف إبراهيم المكرمين جاءوا رسول الله إبراهيم في ميقات الضحى فقدمهم مجلس الضيافة وراغ إلى أهله ليطبخوا لضيفه غداء فانشغل بذبح العجل وحنذه هو وزوجته حتى جاءوا لضيفهم بعجل حنيد وربما يود أحبتي الأنصار أن يقولوا وماذا نستنبط من ذلك فمن ثم يرد عليهم الإمام المهدي ناصر محمد وأقول لو كانت أحداث العذاب حصريا لا تأتي إلا في صيام يوم القمر إذن لجلس معهم رسول الله إبراهيم كي يتأكد أنهم صائمون أو مفطرون حتى يعلم فإما يجهز العجل لهم إفطارا بعد المغرب وإما يجهزه غداء ولكني أجده في محكم القرآن أنه جهز لهم طعام الغداء بالظهيرة كون ليس عنده شك أن ضيفه صائمون ولو أنه جلس عندهم قليلا من الوقت لأخبره بالبشرى بالغلام العليم ولعلم أنهم ملائكة الرحمن جسدا لا يأكلون الطعام إذن لما ذبح العجل كونه ذبح العجل ذيافة لضيفه القوم المنكرين والمنكرون أي الغرباء لم يعرفهم من قبل ولم يسألهم من أي بلدهم بل باشر تجهيز غدائهم وتكلموا معهم من بعد البشرى وجدلهم في قوم لوط وأكدوا له أنه جاء أمر الله وأنه مصيبهم عذاب غير مردود وقالوا له فاجعل العجل في وعاء طعام لكم جاهز وامضي وزوجتك حيث أمركم الله ولذلك قال الله تعالى ونجيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فمن ثم خرجوا من عند رسول الله إبراهيم عليه وعلى أهله الصلاة والسلام على أقدامهم يمشون حتى وصلوا قرية النبي الله لوط نهارا يمشون على أقدامهم وكانوا يلبسون لباسا حسنا من أحسن ما يلبسه القوم ودخلوا القرية بعد العصر قاصدين دار نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فشاهدوهم حين أقبالهم فشاهد جمالهم نبي الله لوط وقال هذا يوم عصيب كونهم قدموا إليه نهارا فشاهد جمالهم هو وغيره وقال الله تعالى ولما جاءت رسلنا لوتنسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وليس كراهية للضيف الوافدين ولكنه يعلم بما يفعله قومه فاحشة ما سبقهم بها من قبلهم أحد من العالمين ولذلك سأبهم وضاق بهم ذرعا ألا وإن ضيف إبراهيم المكرمين كذلك هم ضيف لوط عليه الصلاة والسلام فرحب بهم وهو لا يعرفهم وقدمهم مجلس الضيافة وراغ إلى أهله وبناته لصنع طعام لضيفه ولكن وجبة عشاء كونهم وفدوا إليه بالعشي بالحصر فأراد أن يقيم لهم وجبة عشاء فإذا بقومه يهرعون صوب داره ليراودوه عن ضيفه ولم يكن يعلم أنهم ملائكة رسل رب العالمين ليخرج هو وأهل بيته بقطع من الليل ولا نريد أن نطيل عليكم والباحثين ولا نريد أن نوين لكم أكثر أحبة الأنصار وما يخيفني من الأنصار كون كثير منهم في كل مرة يفتنون أنفسهم ويفتنون أهليهم ويفتنون أصدقائهم الذين كانوا على وشك تصديقهم واتباعهم وما يحزرون به أنفسهم ويفتنون أهلهم وأصدقائهم هم أنهم يقومون من ذات أنفسهم بتحديد موعد العذاب بغير علم من الله مخالفين أمر الله في قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم ويا معشر الأنصار لكم نصحناكم في كل مرة أن لا تفتنوا أنفسكم وأهليكم وأن لا تخالفوا أمر الله بتحديد موعد العذاب كون لله حكمة بالغة فهو أعلم بعباده كونهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وحتى ولو كنتم على وشك إقناعهم بداعي الحق من ربهم ثم قمتم بتحديد ميعاد العذاب لتأخروا عن الاتباع الذين لا يعقلون حتى تطمئن قلوبهم حين وقوعه على رؤوسهم وقال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخهون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آه الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل أيها ربي إنه لحق وما أنتم بموجزين صدق الله العظيم ويا أحبتي في الله إن الله يرضى لعباده الشكر ولا يرضى لهم الكفر وما يفعل الله بعذاب عباده وقال الله تعالى وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما كون ذلك يحزنه بعد أن يصبحوا نادمين على ما فرطوا في جنب ربهم بل يفرح الله بهداهم فذلك ما ينال نفس الله تقواهم فيفرح بهداهم أعظم فرحكم بهدا بعضكم بعضا إلا المستكبرين الكارهين لرضوان رب العالمين فاعلموا أنه لا أمل في هداهم بل العالم بأسره الآن في خضم حرب الله بسبب تناوش اقتراب كوكب العذاب سقر من الأرض فوصلت الآن أوج فلكها في الارتفاع خلف الشمس لتدور من خلفها فتهوي في سماء أرضكم من جنوب الشمس وجنوب أرض البشر وبينها وبين الشمس الآن تغيضا وزفيرا مما سوف يزيد حرب الله المناخية بالفيضان المنهمر وكسف من السماء ساقط بما لم يكنوا يحتسبون وحرب الأعاصر البحرية والمخفضات الجوية ذات الرياح المزدوجة الباردة والحارة جوا وبرا وبحرا وأعاصر فيها نار ذات القوة الددميرية لإحراق جنات حدائق غابات البهجة على رؤوسهم وحرب الصواحق وزلازل وبراكين وعواصف النازعات البحرية والبرية القمعية وألوان من العذاب من جراء حرب التناوش وسوف يرفع الله معيار حربه الجوية والبحرية والبرية إضافة لمدد جديد من سلالات بعوضة الدم وأرجو من الله أن لا يهلك بعذابه إلا أعداءه الذين لو أعلم الحق من ربهم فهم للحق كارهون ويهدي الله ما دون ذلك ويأصفني أني في أمة هي الأشد إلحادا بالله بين الأمم إلا من رحم ربي كونهم يصدقون الملحدين بالله بقولهم كوارث طبيعية تحدث من زمن إلى آخر معروفة حتى إذا اشتد الله عليهم بعذاب التناوش بسبب اقتراب كوكب العذاب فقالوا نعم هذه كوارث غير طبيعية ما تعودنا أنها تأتي تترا ولكن هذا بسبب الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي العلوي بسبب عوادم مصانعنا كانت سبب كوارث من الأرض والسماء ويرى العجب فماذا كان الله يفلك به الأمم الأولى؟ أليس بما يسمونها كوارث الطبيعة؟ فهل يترى أهلك الله قوم نوح بفيضان غرق الماء المنهمر؟ فهل كان ذلك بسبب تركم عوادم مصانعهم؟ أحدثت خللا في الغلاف الجوي برغم أنه كان الطفان العظيم في تاريخ الأرض أغرق كافة جبال الأرض فكذلك طفان العذاب الأدنى بأمر الله وللأسف صدقهم المسلمون إلا من رحم ربي في نظري كفار قريش هم أشد إيمانا بالله من مسلمي اليوم لولا أنهم مشركون بالله أليهة مع الله وقال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرهن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم ويقصد الله بقوله لنبيه قل فأنا تسحرون أي فكيف تقولون أني ساحر وأنا أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شارك له وأنتم به معترفون أنه الله رب الملكوت الخالق لكل شيء ربي وربكم والمسيطر على كل ملكوته سبحانه إذن الكفار في عهد النبي إيمانهم أشد من إيمان مسلمي اليوم إلا من رحم ربي وأقصد الذين صدقوا أسطرة الاحتباس الحراري بسبب عوادم مصانع البشر أنها سببت الفيضانات بماء منهمر بدل أن يتنزل بقدر كما توعدون ويا سبحان الله فهل تصدقون أنكم إذا أوقفتم عجلة اقتصادكم سوف تخاففون الماء المنهمر ثم ينزل المطر بقدر معلوم فهل الملحدون هم المتحكمون بالمطر أصحاب نظرية الاحتباس الحراري وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فألنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يقلون صدق الله العظيم أي وربي إن من صدق بإسطورة الاحتباس الحراري لا يقلون وربما يود كثير من المسلمين أن يقولوا ما خطبك يا ناصر محمد تخاطبنا وكأننا ملحدون برب العالمين فمن ثم يرد عليكم الإمام المهدي ناصر محمد ويقول هذه حقيقتكم إن صدقتم بنظرية الاحتباس الحراري كوني أنذركم والعالمين منذ 16 عاما من تناوش عذاب كوكب العذاب الذي يقترب من أرضكم وكل عام أقرب ذلكم كوكب سقر كونها قادمة على البشر بفيضانات ماء منهمر ما شهدتم بمثلها في حياتكم في مختلف أنحاء العالم وسوف يرسل الله مطرا من غير سحاب عواصف ثلجية لم تعرف مثلها من قبل مصحبة برياح عاتية السرعة وسوف يسقط الله على العالمين وعلى جزيرة العرب كسف جبال من برد شضايا قاتلة فذلك ما حضر الكفار منه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وكذلك حجارة من نار من كوكب سقر ولذلك قال الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وكذلك الدخان المبين وما أدراك ما الدخان المبين وبما أن المستكبرين من بني صحيون حول المسجد الأقصى جاء موعد ذروة فسادهم الأكبر وأعلم ما سوف يفعلون ليميز الله الخبيث من الطيب فيما بين المسلمين ثم ينتقم الله لبيته المعظم المسجد الأقصى وللمستضعفين في فلسطين الذين يتفرج عليهم قادات العرب والمسلمين كيف يفعلون بهم الصهاين ودمرون بالطيران منازلهم على رؤوسهم وأجدوا في القرآن إنما حركة دخول المسجد الأقصى لطرد المنصلين والعاكفين في العشر الأواخر من رمضان ليس إلا ليستفزوا الشعب الفلسطيني لقتالهم ويريدون أن يدمروا ما علوا بالطيران تدميرا وقتل الشعب الفلسطيني وطرد آخرين وهدم المسجد الأقصى وتهويد كل فلسطين ثم الذي يليها إن استطاعوا لتحقيق خارطة ترامب الملعون قسم الله ظهره قصر عمره وقد نصحنا المسيحيين النصارى أن يحذروا من المسيحين الصهاينة أعداء المسلمين والنصارى وأعداء لليهود المسالمين من الذين يريدون أن يأمنوا شر قومهم وشر المجاهدين المسلمين لتحرير فلسطين وقد نصحنا المسيحين الصهاينة وقد نصحنا المسيحين النصارى أن يحذروا من المسيحين الصهاينة أعداء المسلمين والنصارى وأعداء لليهود المسالمين من الذين يريدون أن يأمنوا شر قومهم وشر المجاهدين المسلمين لتحرير فلسطين فإن جاءوكم يا معشر المسلمين فاقبلوهم ولا تمسوهم بسوء فهم قوم لا يحلمون بدولة اليهود الكبرى ويردون أن يأمنوا شر قومهم ويأمنوا شر المسلمين ويعيشوا مسالمين أولئك لم يجعل الله لكم عليهم سبيلا أولئك الذين قال الله عنهم في محكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لصلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم وما كان للإمام المهدي ناصر محمد أن يدعو إلى سبك دماء المسالمين بل أذن الله لكم بقتال المعتدين على حرمات مقدساتكم ودياركم وأرضكم وأعراضكم فذلك هو الجهاد إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لا معشر أحزاب المسلمين المتقاتلين هذا إنذار آخر من الله العلي القدير أن تعنوا توقيف الحرب فيما بينكم فتقضعوا لخليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فقد جاءتكم بينات بياناته الغيبية مما علمني ربي في القرآن العظيم وأذكركم للمرة الأخيرة بأمر الله إليكم أنتم اليوم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ونتتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وقاتلوا المعتدين على المسجد الأقصى وعلى مقدساتكم وعلموا أن الأشهر الحرم أربعة ولسنا منفصلات بل متصلات الشهر الحرام بالشهر الحرام تصديقا لقول الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين فتذكروا قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين كونهم أول من بدأوا بالعدوان وليس عدوانهم هذه المرة مثل كل مرة واعلموا أن الله مع المتقين وإن أبيتم الخضوع والطاعة للدفاع عن مقدساتكم فاعلموا أن الله عزيز حكيم فلست بآسفكم أن تظهروني على العالمين بل حرب الله المباشرة جارية لإظهار خليفته على العالمين ولسوف تعلمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر